بأكثر من مئتي مليون متابع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي جاءت جائزة الإعلام الجديد تحت رعاية من معالي وزير الثقافة والإعلام عواد العواد تفاعل كبير حازت عليه هذه الجائزة بنسختها الأولى لتشجيع وتحفيز المواهب السعودية نحو صناعة محتوى عالي الجودة يسهم في إثراء المعرفة طبعا المهم جدا الحقيقة أنه نشجع الجميع هذا أول حاجة ونحث الجميع أيضا على أنهم يلتزمون بالمحتوى يكون جيد دعم الوطن يكون عندنا محتوى أيضا ذو فائدة كبيرة ينبه عن المخاطر يدعم الناس وهذا اللي الحمد لله شهدناه في معظم الموجودين ترشيحات ومنافسة عالية لثلاثمائة شخص من رواد التواصل الاجتماعي في المملكة حيث وصلت عدد الترشيحات لأكثر من 140 ألف صوت نحو الفوز بجائزة الإعلام الجديد بعد ذلك اتجهت النتائج للجنة تقييم محكمة تضم مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في الإعلام الجديد أنتجت عشرة أسماء من المؤثرين ورواد الإعلام الجديد على كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي سيكون في الأوام القادمة منافسات قوية معاني الوزير اليوم صرح بفتحة تكون عربيا ستكون الرياض عاصمة الإعلام الجديد وجميع المحتوى في شبكات التواصل فكرة قوية معاني الوزير كذلك الداعم الأول ولي العهد الأمير حمد سلمان ودعمه للشباب كويست أولا الترشيح كان لثلاثمائة شخص والأهداف جميعا في برامج التواصل الاجتماعي كل شخص لها ميول غير يعني مثلا أنا على اليوتيوب أشخاص آخرين ترشحوا وكان مجالهم على سناب على تويتر فهذا دليل أن الجائزة يعني تساعد الكل توسع كبير تتجو إليه جائزة الإعلام الجديد باستهداف مختلف المنصات على كافة الدول العربية في النسخة القادمة لتحقيق صناعة إعلام جديد يساعد على الرقي والتطور المجتمعي وسقل مواهب الوطن نحو تنظيم أعمالهم الإبداعية التي جاذبت كافة فئات المجتمع مشعل انفاعي الإخبارية الرياض